أكد سعادة الدكتور وليد بن خليف المانع وكيل وزارة الصحة عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا أن مسارات التعامل مع فيروس كورونا مستمرة بوتيرة عالية وأن خطط التصدي للفيروس تسير وفق ما هو مقرر لها وأكد المانع حرص مملكة البحرين على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين كونها أولوية قصوى لكافة عمليات التصدي للفيروس مشيرا إلى الحرص على توفير كافة الإمكانات والمقاومات ما أسهم في توفير طاقة استيعابية لمراكز الفحص والعلاج تفوق بمراحل طاقة الإشغال الحالية وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه مع الانتشار العالمي السريع للمتحور أوميكرون وما رفقه من زيادة مضطردة في أعداد الحالات القائمة اليومية في مملكة البحرين إلا أن هذه الأعداد المرتفعة أغلبها لا توجد لديها أي أعراض تحتاج لتلقي العلاج في المستشفى أو يستدعي وضعها الصحي الدخول للعناية المركزة بدوره يأكد المقدم طبيب منافل قحطاني استشاري الأمراض المعدية بالمستشفى العسكري أنه من خلال الرصد والمتابعة لتزايد الحالات القائمة إلا أنه لا توجد زيادة في أعداد الحالات التي يتطلب وضعها صحي تلقي العلاج في المستشفى أو العناية المركزة وأن الأعداد الحالية قليلة مقارنة بعددها في أوقات ذروة انتشار المتحورات السابقة لا فتن إلى أنه من المؤمل أن نشهد خلال المرحلة القادمة تراجعنا في معدل الحالات القائمة اليومي في ظل الاقتراب من ذروة انتشار المتحور أوميكرون من جهتها أكدت الدكتورة جميلة سلمان استشارية الأمراض المعدية والأمراض الباطنية بمجمع السلماني الطبي أن المؤشرات على المستوى العالمي والوطني والمبنية على عدد حالات الوفاة بين الحالات القائمة وتلك التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج في المستشفى والدخول للعناية المركزة تؤكد أن المتحور أوميكرون وإن كان سريع الانتشار إلا أن مضاعفاته أقل خطورة من المتحورات السابقة ومشابهة إلى حد كبير لأعراض الإنفلوانزا الموسمية خصوصا عند الحالات القائمة الحاصلة على جرعات التطعيم المضاد لفيروس كورونا كاملة بما فيها الجرعة المنشطة